موسيقى السلام عليكم انا المهندس محمد نجيب صاحب ومدير مكتب فراس الاستشارات الهندسية بحب اعطيكم فكرة عن تأسيس المكتب المكتب تأسس عام 1996 بعد وجودي بامارة ابو ظبي بحدود ست سنوات وملاحظة التطور العمراني اللي حاصل بالمدينة وحرصا مني على ان اكون جزء من هذا التطور تم فتح مكتب باسم مكتب فراس الاستشارات الهندسية عام 1996 بامارة ابو ظبي المكتب بالطبع هو يكون بالخدمات الهندسية الخدمة الهندس المعمارية والانشائية وترخيصه المباني والمصانع والبنايات التجارية كل ما يختص فيه اعمال البناء في الامارة خدماتنا منقدمها بشكل كامل تبدأ من استلامنا للمشروع عن طريق المالك بتقدمنا سايت بلان ملكية للأرض وبرنامج للمشروع من خلال هذا البرنامج منقوم بعمل مخططات اولية برزنتيشن من قدمه للمالك من نال الموافقة عليه وبعدها مباشرة بتم العمل على انهاء المخططات الهندسية بالكامل اصدار الترخيص اللازم من بلدية ابو ظبي ومن كل الجهات المتعلقة بذلك عمل المناقص اللازم من المشروع وترسيط المشروع على المقاول المناسب وبالسعر المناسب ومن ثم متابعة اعمال الاشراف عن طريق جهاز الاشراف المختص لدينا حتى انجاز العمل بشكل كامل وتسليم المشروع بالطريقة السليمة بالنسبة للمكتب مثل ما تكلمنا اول تم انشاء الفرع الاول في مدينة ابو ظبي نتيجة التطور والمكتب وجود عدد من العملاء المتزايد بشكل دائم بوجودنا بالمكتب ومن اماكن من امارة ابو ظبي المختلفة وتشجيعا وتحسينا وتسخينا لخدمة العملاء بشكل افضل فتح حدة فروع صار لدينا اربع فروع في امارة ابو ظبي فرع في مدينة الغربي فرع في مدينة العين وفرع بانياس وفرع ابو ظبي الرئيسي جميع الفروع تعمل تحمى ظلي واحدة وبالطريقة نفسها وكلها لخدمة العملاء بشكل مميز من خلال فترة عملنا الطويلي اللي استمرت حتى الآن اكتر من 24 سنة في هذا المجال وصلنا العدد كبير من المشاريع الحمد لله مشاريع بالفلال السكنية مصانع وبنايات تجارية مستشفيات ومسارس مجموعة كبيرة من المدارس كل هذه المشاريع تمت تحت إشراف وتنفيذ مكتبنا وموجودة في أماكن مختلفة في إمارة أبو ظبي بالنسبة لهذا التطور اللي صار فيه مكتبنا والحمد لله تم تعيين عدد كبير من المهندسين وبأقسام مختلفة ليتناسب مع خدمة عملاء المكتب وبالمشاريع المختلفة عندنا أقسام متابعة بشكل جدي عندنا قسم ديزاين للمصممين عندنا قسم هندسي إنشائي من عدد من المهندسين الكافي عندنا قسم إشراف ومتابعة مستمر بشكل دائم على مدار الأسبوع موجود لدينا قسم مختص بمتابعة المناقصات في بنك الخليج الأول وفي البنوك المختلفة ولأن القسم إداري متابع لطراقص والمشاريع في بلدية أبوظبي كل قسم مختص بذاته ويقوم بخدمة عملاء بشكل مناسب وأفضل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة